السلام عليكم نعم بنتي كتسمعك نعم بنتي كتباز مريم ثلاثين عام الله يحفظ شبابك يا ربي يا كريم بإذن الله بنتي مريم الله يسخر لك الأمور آمين يابي وخها بنتي مريم شكرا لك شكرا لك مريم وهذا السؤال ربما يشغل بال الكثير من أبنائنا وبناتنا العكوسات كلك القرص بأنه هو جالس في البيت وعنده مؤهلات وعنده قدرات ولكن ما عنده ظهر ويلتفت حوله وكلقى الناس مقربين إليه من الجيران من العائلة من الأصدقاء رمت زوجه دارو الولاد ودارو الوتاد وهي باقة دائما كتتسأل اشني الأسباب واش انا ربما لست جميلة فكتب ذلك البنت كتعتم بالهندام ديالها وبالشكل ديالها ورغم ذلك ما كينزواج واش انا ربما كلامي غير لبق محادثتي غير لبقها كتبت زين كلامها وتنمقه وما كينزواج كتدير كل مفاجهتها ولكن باقي ما كينزواج وكتلقى واحدة أخرى أقل منها في اللبقة دي الكلام أقل منها في الحسن والجمال أقل منها في المستوى العائلي وفي المستوى الدراسي ورات زوجات ودارت الولدات وراية مستقرة في بيتها هناك كتجهة الخواطر يكما أنا عندي عكوسات فعلا بنتي هناك ما يسمى بالموانع والعكوسات كينين الموانع والعكوسات أي نعم كينت تفكير الواقعي كل أزمة دبت تفكير بنتي مريم كينت تفكير الفلسفي المنطقي العلمي المبني على وقائع مادية هذا نحترمه إلى الشوى حتى ما مثلا عالم اجتماعي ولا عالم نفسي يسوون على هالظاهرة قد يقول لك القضية مرتبة ما كين لا عكوسات ولا موانع اللي كين كين غلاء المعيشة وكين الشباب عينه زيغة وعنده مطالب كبيرة باغي باغي هي البنت ابوها لبس عليه وتكون هي موظفة وباغي كده وكده وكده وكاد تقوح المجموعات وقائع منطقية وهذا كلام وجيه لكن بالمقابل راكا لقوا ابنات هائلات أعطاهم الله الجمال وعندها مقاولة وكتلقاها مديرة وكتلقاها مهندسة وطبيبة وعطاها الله تعالى الأخلاق ولكن ما عندها زهر ووحدة أخرى قريبة منها كتلقاها أقل منها وعندها زهر كي هارز الحجر يابا حضرته في بعض الناس أنا وحدنار وحد الصديق ديني بغي يتزوجه وحدة البنت عائلة كبيرة ساكنة في فيلا والبنت بارك الله مخرجة من ديبلوم صحيح من لا فرنس وخدمت في وحدة المقاولة الدولية والعائلة كلها مباركة مسعودة والسيج يبغي يخطب في اللوجه يبغي يتعرف في الأخر بصدق مزوج ببنت الخدامة بنت الخدامة اللي هي كتشغل قت ماماها جيبيني يبتي الصابون شاف بنت الخدامة قال لها أنت أولى أحد خلا بنت بنت العز وبنت شان وتزوج مع بنت الخدامة وفكرها بالمنطق وفكرها بالعقل هتلقى التفكير الحقيقي هي أن بنت الخدامة عندها القبول وبنت العائلة والأكابير عندها العكوسات كيفاش؟ الله أعلم ربنا عز وجل يجعل سره في أضعاف خلقه ربنا عز وجل يوزع الألطاف والكرامات على خلقه هذا كيعطيه من هنا وده كيعطيه من هنا فالعقوسات والموانع كينين تحملوا واحد دبا الآن في أي قطع مش عافز وج في التجارة في العمل في المبادرات الكبرى ممكن الله يحفظنا وإياكم تجيك العقوسات والموانع كيوقع لك إحباط هل الشي واحد عندك سيارة وكيفش لك الرويد هاي السيارة سليمة المحرك جيد البنزين أحسن طراز كل شيء جيد جاوفش لك الرويد بقيت يتمع أو ذلك الصابو ذلك الصابو بقيت يتمع هكذا هو القادية للعقوسات والموانع لكن بنت مريم هذه العقوسات والموانع ما أسهل العلاج ديالها العلاج ديالها سهل جدا جدا هي خطيرة هي كبيرة هي مقرفة هي متعبة وماليها كي شي مضغياء وكي هر مضغياء ولكن العلاج بسيط للغاية أشنا هو العلاج للعقوسات والموانع وهو أن الإنسان يبدأ بالاستغفار الاستغفار سهل جدا كان نستغفر الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لأن اللي عنده أي عقوسات استغفر ربك يعطيه الله تعالى القبول مرة كان الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وهو من العارفين بالله ومن الفقهاء المتمكنين أيام زمان في العصور الدهبية كان في المسجد يحدث الناس وكان ديك ساعة الجامعة ماشي بحال اليوم الجامعة كان مؤسسة كبيرة الجامعة لا يكاد يفرغ من الناس مش يروق الصلاة وكان سد الأبواب في الأوقات العادية المسجد ممتلئ فيه كراسة علمية فيه ندوات فيه ملتقيات فيه صلح بين المتخاصمين فيه جلسات ربانية فكان بعد الصلاة يجلس عند السارية وكي يجيوا الناس يطلحوا عليهم مشاكل الحياة جا عنده واحد قال لي يا سيدي لقد أصابنا الجفاف في بلادنا المطر لم ينزل في إبانه والزرع والكروم رابدك يجف والتقهرنا بغنى الماء والماشية عطشانة والأرض عطشانة هل هناك من حل لهذا المشكل وهذا المشكل تسأل علي وزير الفلاحة ووزير الطقس ووزير المناخ ووزير البيئة ووزير المياه والغابات هذا أفقية أشغالي يقول لك لكن الأفقية عنده الحل أش قال لي قال لي عليكم بالاستغفار اذهب إلى قبيلتك وإلى أهلك وقل لهم يا قوم استغفروا ربكم رغضي إيجي المطار واحد اللحظة هو جالس ووجه عنده شخص آخر قال لي يا سيدي احنا في القبيلة دينا الناس من قشك يولدون عدنا ربما شي مشكل في الولادة الناس عندهم الإنجاب قليل اللي كتحمل بصعوبة وكلك يخسر له الحمل والإنجاب ضعيف وعادوا دون غدوك يقل ودافقية عشان سولوا سولوا وزير الصحة سوروا وزير التخطيط سوروا وزير التوقعات الاقتصادية سوروا ودافقية لكن الافقية عنده الجواب قال لي غترجع إلى قبيلتك وإلى قومك وقل لي هم عليكم بالاستغفار استغفروا الله استغفروا الله عدكم الله الأولاد من اللي سنة جاء عنده الثالث قال لي يا سيدي احنا عدنا التجارة عدنا الفلاحة عدنا رعي البهائن عدنا الخير كثير لكن محقة البركة كالقول الجري كثيرة والرزق قليل والبركة قليلة قال لي نريد حلا لهذا المشكل وهذا مشكل سوروا لي وزير المالية وسوروا لي وزير التجارة الدولية وسوروا لي وزير المديونية الخارجية هذا غفقية شادي يقول لك ولكن الفقه دي ما عنده الحل قال لي عليكم بالاستغفار فإذا بأحد الحاضرين ويقول لي أيها الفقه يا إمامنا الحسن البصري قال لي كيف اللي سولك تقول لي بالاستغفار وش محافظه ما عرفه ما عرفه ما عرف سكت قال لي لا الجواب اللي قلته والصح قال لي كيف ذلك قال لي هذا عنده عنده مشكل دي الجفاف في انحباس المطر وهؤلاء عندهم نقصان دي الحمل ودي الولادة وهذا عنده نقصان في البركة في التجارة وفي المال قال لي هذا كلهم رب يتكلم عليهم وقارنهم بالاستغفار فقرأ عليه قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا يرسل السماء عليكم مدررا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا شوف الجواب الالهي هذا كلام مالك الملكي هذا كلام رب العالمين يتحدث مع عباد فوق الأرض العباد المستضعفين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا استغفروا يعني أمر ضع الاستغفار ربكم وتكلم لا إسم الربوبية لم يقل زي fuck the abor لم يقل الجبار أو الاه DP یالعزيز قال ربكم يعني أن الله تعالى يوري بينا يوبينا على الاستغفار لابد أن نترب على الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا تأكيد إنه كان غفرا يرسل السماء عليكم مدررا هذا المطرجة يرسل السماء عليكم مدررا ويمددكم المدد الإرسال ثم المدد ويمددكم بأموال وبنين بوية الفلوس بوية الرزق موجود عندك تقول لنا بأنك أزمة خارجية ومديونية خارجية أزمة اقتصادية والصلاديق صورقت ونهيبت ومبقى عدنا ميزانية ما نقولوش هذا الكلام هذا كلام دي الوقائع اللي كتشوفه بالعين مجرد ولكن فوق هذا الواقع الضيق هناك رحمة الله الواسعة لقال فيها رب مولنا عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه خزائن سماوة والأرض أربي عز وجل يطيل كل شيء ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين وزي الأولاد موجودين بأموال وبنين ما تشغل نفسك بأطفال الأنابيب ولا بالزرع ولا بكذا ولكذا استغفر ربك يعطي الحمل الطبيعي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا بد السدد الأنهار دي ما متطفقة عمر بالخير هذا وعد إلهي أشنا هو التدبير اللي قالينا الله تعالى هنا يا قال لك يرس تغفر يرس تغفر والحياة تتعود طيبة ما غير ينزل في الإبان ديالو الأرض غير تخرج خير ما في باطنها الناس غير يعدوا طيبين غير يعدوا متخلقين ما نحتاجوا لأمن لمحاربة الإجرام ولا استخبارات لمحاربة الإرهاب غير يلقوا بأن المجتمع طاهر مجتمع مستقيم مجتمع فيه النزعة الربانية بالاستغفار بنت مريم أحسن طريقة اللي عنده العكوسات في الزواج أو في دراسة أو في التجارة أو في العمل ما يفكرش بزاف ما يمشيش بعيد يفكر غير قريب يفكر في الاستغفار هي لك المدنب نقدر ربما عندي عكوسات بسبب دنوب ارتكبتها ربما تارك للصلاة ربما مهمل للصلاة ربما هاجر للقرآن ربما قاطع للرحم ربما تمتد عيني للمحرمات ربما لا أضبط شهواتي ربما أقع في الغيبة والنميمة ربما أكل حراما هذه كلها موانع ما يهمش أتوب ثم أستغفر أستغفر فالاستغفار يجب ما قبله بإذن الله الواحد الأحد وغتلقي بأن الله تعالى غديزول لك الموانع وغتلقي بأنك مواجهة للخيرات والبركات وغتختار بإذن الله صدقيني يا بنت مريم إلزم الاستغفار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ماذا قال؟ قال من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب هذا وعد نبوي صادق من لازم الاستغفار لازم لازم اللزوم ديما في الدروش كنستغفر الله تعالى ففي المصعد كنستغفر الله تعالى قاس فوق المكتب خدام كنستغفر الله تعالى في المحل التجاري كنستغفر الله تعالى غنضمار الطموبيل كنستغفر الله تعالى غادي في طريق ناعس ديما كنستغفر في كل وقت وحين لا يحتاج إلى إلى وضوء ولا إلى قبلة ولا إلى توقيت استغفر الله في كل وقت وحين من لازم الاستغفار جعل الله الجعلية الجعلية يعني لكل الإجراءات والتدابير والمخططات وكل شيء يغنيك الله تعالى ربنا عز وجل يرسم لك خارط الطريق يتخسلوا تغا وحاجتك مقضاية حاجتك مقضاية ورايتك مرفوع واسمك ملامع وكلمتك مسموع وجيبك عمرو مغادي أخوة حاجتك مقضية من لازم الاستغفار جعل الجعلية جعل له من كل هم فرج ومن كل كرب مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب يعطيه الله تعالى بلا حساب حيث الكلكي لا تخيص ما تبقى شحسبش حدخلت شحنخرجت شحنغيبقالية هذا الطيف نعطيه لوليدات المدرسة هذا نعطيه الملكرة هذا نعطيه فتورة المأول كهرباء هذا نعطيه البنزين هذا غنديره الوجبات الغدائية هذا غنديره الضيافة هذا غنديره العطلة لخروج السياحة وهذا شوي اللي بقالية غنديره في الإبخار هذا حسب ما غايص للكيك شي أخليه على ضلاء ما تحسبش أقول بسم الله خوض ما يكفيك دون ما يطغيك وغيرت لقى بأن الخير فايد الخير فايد ومن يجي تقلب تأكله تشربه تصدقه تتلى في العائلة وفي الحباب ومن يجي ترجع تشوف الرصيد لقى فايد فايد بإذن الله تعالى الله يفايد عن عليكم الخير إجمعين أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بفضله ومنه وجوده للا مريم أسأل الله تعالى بنتي الله يختار لك زوج من عنده سبحانه زوج من الصالحين زوج من الطيبين زوج من الأطهار اللهم عجل لها بالفرج وارفع عنها الموانع وارفع عنها العكسات وارزقها القبول برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وهي وجميع بناتنا وأخواتنا العازبات قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة